مبارح في الندوة التسقفية اللي حضرها الساد رئيس الجمهورية كان فيه اكتر من فيلم وصائق رائع عن حرب اكتوبر طبعا انتهت الندوة وشكرا وتعرضت على الفضائيات طب ليه الندوة دي والحاجات الرائعة اللي تعرضت امس واللي تتعلق بحرب اكتوبر لانها حرب كل المصريين ليه ما تتقطعش وتنزل على السوشيال ميديا اللي ولادنا بيتابعوها خلوني ابعت رسالة للمتحدة الشركة المتحدة انا بطلبها النهاردة بطلبها بامكانياتها الكبيرة انها تنتج عملا دراميا وانا بسميه عمل درامي عايز تعمله فيلم اعمله عايز تعمله مسلسل اعمله عن حرب اكتوبر عندنا الكتاب والامكانيات والفلوس معقولة يفوت خمسين سنة ما نلاقيش عمل درامي يستحق عن حرب اكتوبر الا فيلم الممر فاكرين فيلم النصر ستة وخمسين ده كان بيسجل مشهد واحد احد قرارات عبد النصر تأميم قناة سويس وفيلم سجل اقبال تاريخ اقبال تاريخ على السينما يبقى عندنا المخرجين عندنا الكتاب المصورين عندنا كل حاجة عندنا الامكانيات هل اقمل من الشركة المتحدة انها تبدأ من اليوم في التجهيز لعمل درامي فيلم رائع ويتم عرضه في اكتوبر القادم عايز اقولك الايام دي مثلا منصة قبل بتعرض فيلم عن اسمه جلدة والفيلم بيحقق مشاهدات بس انا عايزك تبقى حذر وانت بتشوف الفيلم الفيلم بيبدأ باعتراف كبير جدا بهزيمة اسرائيل والازمة اللي سببتها هذه الحرب وحالة الهلع اللي كانت على وجه جلدة مقير الفيلم بيرصد ده بس طبعا بعد كده بيدخل بقى يقولك احنا عملنا الصغرى وانتصرنا وكلامنا بس في الجزء الاول من الفيلم توصيق من وجهة نظر الاسرائيليين رغم ان في اسرائيليين رفضوا الفيلم ومتضيقين منه وده امر طبيعي لاي عمل فني بس اسرائيل نجحت وهتنجح انها تغير لك النص وتجعله صالحة لان مفيش عمل درامي يرد على هذه الاعمال وانا النهاردة لما ببعت رسالة للمتحدة انا ببعتها علشان عايز المنصات العالمية يبدأوا يعرضوا في الميناء عن حرب اكتوبر العالم يرى ده العالم فيه اجزاء في العالم ترى ان اسرائيل هي اللي حققت النصر وده مش عيب عندهم العيب عندنا احنا لان احنا ما بعتناش رسالة بده العالم لن يقرأ العالم بيشاهد ولادنا نفسهم مع مرور السنوات هينسوا حاجة اسباع حرب اكتوبر هتبقى ذكرى سنوية تحييها المؤسسة العسكرية لا انا عايز حرب اكتوبر تظل خالدة في عقول المصريين هو النصر الاعظم في تاريخ المصريين ما بقولش انه هو النصر الوحيد لكنه النصر الاعظم بطولة رائعة هناك اسرار لا تزال تحتفظ بها المؤسسة العسكرية لما تيجي تسألهم تقولهم هل اسرار حرب اكتوبر كلها طلعت يترد عليك ويقولك لا ما ينفعش طب ليه ما ينفعش يا باشا يقولك علشان ارض سيناء لا تزال هي ارض المعركة في اي وقت فما ينفعش اكشف تفاصيل وتضاريس اه تعاملنا مع اه العدو في الحرب فهي الرسالة بنهي بيها هذه المقدمة نحن نناشد الشركة المتحدة انتاج عملا ضراميا يليك بمصر والمصريين وبحرب اكتوبر ايا كانت التكلفة سدقوني نحن 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 نح